هنكمل كلامنا عن الأخطاء اللي لازم تتجنبها وانت بترب ولادك رقم ستة ما تفرقش بينهم في المعاملة ودي من الأخطاء الكبيرة اللي بتعمل مشاكل كتير لأنك لو عملت تحدي من ولادك أقل من خواته هتزرع جواه حقد وغيرة تجاه خواته وهتخليه دايما يفكروا نقذيهم ده غير إن ده هيوصل له إحساس إنك بتكرهه وده هيأثر على نفسيته بشكل سيء جدا وهتخليه يكرهه وهتدي له سبب قوي إنه يكون ابن عاق في المستقبل وهتبقى أنت السبب في العقوق ده وهيبقى فيه كمان مشكلة لو ما يستحدي من ولادك عن بقية خواته لأنك هتخلي الإبن ده يبقى مكروه من خواته ويفكره دايما يؤذوه ده غير إن التمييز ده خصوصا لو كان بشكل مبالغ فيه ممكن يحوله لشخص أناني لما يجبر وما يفكرش دايما غير في نفسه وده ممكن يخليه آخر واحد ممكن يقف جنبك لما تجبر وللأسف فيه ناس كتير بتفرق في المعاملة بين ولادها من غير ما تاخد بالها زي مثلا أسرة عندها طفل مثلا عنه 3 سنين ويجي لهم طفل تاني فيحولوا كل اهتمامهم للطفل الأصغر في الوقت اللي الاتنين محتاجين فيه الاهتمام من الأب والأم ويبدأوا يتعاملوا مع الطفل الأكبر اللي هو لسه 3 سنين على إنه خلاص كبر ويقلوا الاهتمامهم به ويبدأوا ما يقبلوش منه التصرفات اللي كانت مقبولة قبل كده لما كانوا لسه شايفينه صغير وده طبعا غلط جدا لأنه هيأثر بشكل سلب جدا على نفسية الطفل الكبير وهيبدأ يغير من أخو يكرهه وهيباندف إنه هيبدأ دايما يضايقه ويدربه لأنك وصلت له إنه خلاص صغير هو سبب عدم اهتمامك به زي الأول ومن أكتر الحالات اللي بتكون فيها التفريقة في المعاملة شديدة جدا على نفسية الطفل وبتدمره بشكل كبير هي لما تعامله أقل من خواته نتيجة سبب خارج عن أراضته زي مثلا أنه يكون عنده إعاقة معينة فحاول دايما تاخد بالك من النقطة دي لأنه ده بيعزبه نفسيا بشكل كبير في النهاية ما تفرقش في المعاملة بين ولادك وما تخليش حبك ليهم مشروط بسلوكيات معينة وفرق دايما بينهم وبين سلوكهم وإنت ما تعرفش مين فيهم اللي هينفعك ويقف جنبك لما تكبر جائز الطفل اللي أنت بتعمله وحش هو اللي هينفعك في المستقبل رقم سبعة ما تبقاش متسلط عليه وتتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياته فيبقى مثلا أنت اللي لازم تحدد له يأكل إيه ويلبس إيه ويكلم مين وما يكلمش مين وتحدد له كمان تصريحة شعره وكل ده طبعا غلط لأنك بتلغي شخصيته وبتقمع رأيه ولو كنت مكانه مش هتحب أبدا أن حد يعمل معك كده والتسلط ده هيولد عند الطفل كره جديد ناحيتك وهيدمر العلاقة اللي بينك وبينه ده غير إن ممكن يخلي الطفل شخصيته ضعيفة جدا وسهل إنه يبقى منقاد لأي شخص وممكن كمان يبقى شخص متردد ومش بيعرف ياخد قرارات لوحده لأنه تعود إن في حد غيره يفكر له ويقول له يعمل إيه وممكن كمان يطلع شخص متسلط مع ولاده في المستقبل ويعمل معاهم نفس اللي أنت بتعمله معاه وممكن جدا تكون أنت بتعمل معاك كده لأنك تربيت بنفس الطريقة رقم تمانية ما تقرنوش بغيره وتقول له مثلا ده أحسن منك أو أشتر منك أو ده مؤدب وأنت مش مؤدب أو ده بيفهم وأنت مش بتفهم وللأسف ناس كتير بتعمل كده على أساس إن ده نوع من التحفيز للطفل وفي الحقيقة ده مش بيعمل أي تحفيز للطفل بالعكس ده بيدر الطفل جدا لأنه هيولد عند الطفل إحساس بالنقص وهيبقى شايف نفسه دايما أقل من غيره وهيفقد الثقة في نفسه وفي قدراته وكمان هيولد عنده حقد وغيرة تجاه الطفل اللي أنت بتقرنه به ودي طبعا حاجة وحشة جدا خصوصا لو كان الطفل اللي أنت بتقرنه به أخوه أو أخته لأنك كده هتزرع الحقد والغيرة بين ولادك وكمان المقارنة هتأثر بشكل سلب جدا على علاقتك بالطفل لأنه هيفهم أنك بتحب الطفل اللي أنت بتقرنه به أكتر منه في النهاية ما تستخدمش أسلوب المقارنة ده مع ولادك لأن كل طفل ليه قدرات وميول مختلفة والمطلوب منك أنك تشجعه دايما وتعرف جوانب القوة اللي عنده علشان تساعده ينميها ويحافظ عليها وتعرف جوانب الضعف اللي عنده علشان تساعده أن يلقويها وفي النهاية ما فيش إنسان كامل وكل واحد ليه مميزات وعيوب ترجمة نانسي قنقر